من مركز محافظة الحديدة على الطريق المؤدي إلى مديرية الصليف قبيل رأس عيسى تقع قرية العرق عرق قرية يلتقي فيها عبق الريف بحلاوة الساحل فيها من المقومات الطبيعية ما يستحق الاهتمام والتطوير يعيش أهل هذه القرية قالقا دائما منذ عقدين من الزمن وذلك بسبب تآكل الهضبة الترابية التي تقع عليها مساكن قريتهم بفعل الزحف البحري الانقراف البحري قبل 10 سنوات كان بيننا وبين البحر أكثر من 500 متر بين القرية وبين البحر أكثر من كيلو قبل 10 سنوات 12 سنة مصدر الرزق الذي كان التعيش به قد أكله البحر محل الاستياد محل الأسماك محل ما ينتجدوها محل ما يبتاعوا يشتروا السوق الطريق كانت مرما بيننا وبين القرية وبين البحر الآن قد ما بيش طريق ذلك إما ترون احنا واقفين على الكيد يعني ينزله البيوت قبل أسبوع أخذ خمس بيوتنا قبل أسبوع في الأسبوع هذا خمس منازل اللي سكتها سكانها أين راح؟ سكانها لهم عايشين عند الناس نازحين عند أخوانهم حاول شباب قرية العرج لفت أنظار المسؤولين لمعاناتهم بكل السبل فلأسباب يجهلها أكثرهم ألحقت قريتهم إدارياً بمديرية باجل التي يبعد مركزها عنهم حوالي 85 كيلو متر ولا يرى الناس المسؤولين إلا أيام الانتخابات لا يكاد يمر موسم ولا شهر دون أن يلتهم البحر بأمواجه العاتية جزءاً منها يلتهم البحر بأمواجه كل سنة من أربعة إلى ستة بيوت يقول أهالي أن البحر ابتلع حتى اليوم أكثر من ثلاثين بيتاً واضطر بعضهم للنزوح يفرح الناس بوصول الإعلام فيسارعوا لرفع شكاواهم علّ وعسى مسؤولاً ذي ضميراً في الحديدة أو حتى في صنعاء يهتموا لأمرهم البحر هو الذي يشل البيوت ما فيشل الدولة ستكافح تقوم بسرعة لهم يقول لك أن يقول شرق المجلس المحلي ولا فيه مجلس المحلي ولا أحد يسابع حلي إنجراف إنجراف شل البيوت وشل المنازل وشل كل حاجة مصالح كان وكان الناس يشتغلوا كلهم في الموافع وفي غيرها يشوي حد والدول الأسواق شلها البحر وأصبح نظر أنتم زي ما تشوفونها الآن ما تقدرش تنزل إذا غير قاربك ما تقدرش تنزل من هنا إلا من هنا تروح وتنزل واجب إنقاذهم أضحى بالنسبة لبعضهم حلماً وأمنياً بل حتى المخلوع اطلع على معاناتهم لكنه استخف بشكواهم اعتقادهم بقدرة الدولة على حل مشكلتهم لم ينقطع رغم التجاهل الرسمي المستمر لشكواهم أولاً تجاوب مآن الدولة إطلاقاً لما علي أبدالله صالح أجل إما هنا وقال حزوا على مرأة أو مسمع حزوا في لهجة اتهامة تعني بتعده هذا ما قاله صالح حين كان رئيساً بدلاً من التحرك لإنقاذهم الأمر على خطورته وكأنه لا يعني المجلس المحلي في باجل ولا حتى في المحافظة تجاهل أي ما تجاهل وحدها الانتخابات ومن تأتي بالمسؤولين هنا لا نستفيد نرشح دائماً ونجي نلبي طلباتهم في كل تجاوب من خارج ولا يتجاوبوا معنا ولا يدامونا بحاجة ولا يفيدونا بشيء ولا بيدنا أي حولة ولو كنا نقضنا كنا نقضنا منازل المواطنين اللي باكن وخرجوا من بيوتهم أكف طيب السلطة المحلية في المحافظة والسلطة المحلية في المديرية المجلس المحلية على مستوى باقي الذي ترشحون أنتم لماذا لا يأتي ويعليق لكم هذه المشكلة؟ ما قد نشي شافهم ساحل بالأساس ما قد نشي شافهم ساحل كابوس الانقراض سيبقى جاثماً على صدور أهالي عرد ما لم يسارع المعنيون لإنقاذهم من غضب الأمواج المتوحشة نرجو من جميع الجهة المعنيات أن تلتفت نحونا وأن تلبي طلباتنا وتنزل أين المنطقة وتشاهدها وسيبقى الرجاء قائماً في أن تلتفت قيادة المحافظة لمطالب البسطاء المتضررين في هذه البقعة من الشي